تابع رئيس مجلس الوزراء سير العمل بعدد من قطعات التطوير بقاهرة التاريخية وبدأ رئيس الوزراء من بوابة الفتوح المؤدية إلى شارع المعزة بمحيط مسجد الحسين وتفقد مدبولي كذلك تطوير منطقة الطيبي بحيث سيدة زينب روضة السيدة اثنين كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير حضائق الفستات موجها بالإصراع في تنفيذ مختلف الأعمال بالمشروع وبدأ تشغيله في أقرب وقت بما يتسق مع رؤية الدولة لتطوير الوجه الحضري بالقاهرة